أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامراء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن هنا نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافدين إذ قال يوسف لأبي يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يشتفيك ربك ويعلمك من تاويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوبك ما تمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائدين إذ قالوا ليوسف وأخو أحبوا إلى أبينا منا ونحن أصبت إن أبان لفي ظلال مبين اقتلوا يوسف واطرحوا أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقو في غيابة الجب يلتقطه بعض السيادة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبان ما لك لا تأمنى على يوسف وإنا له نناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذب ونحن أصبتا إنا إذا لخاصرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يذكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا سادقين وجاءوا على قميسه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسلوه بضاعة والله عليم بما يعملون وشلوه بثمن بخس دراهم مادودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مشرلا لأمراته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجز المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال ما عاث الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهمى بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشى إنه من عبادنا المخلصين واستبغى الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يجنه عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشاهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قدام قبل فاصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قدام دبر فكذبت وهو من السادقين فلما رأى قميصه قدام دبر قال إنه من كيدكم إنك عيدكم عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من القاطئين وقالوا نشوة في المدينة مرات العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها أحبا إننا نراها في ظلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن شكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وخطعنا أيديهن وقلنا حاجة لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلك الذي لمتني فيه ولقد روته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليس جننن وليكونن من الساغرين قال ربي سجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرفا عنه كيدهن إنه هو السميع الآليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أرى أعصر خمراء وقال الآخر إني أرى أحمد فوق رأس خبزا وتأكل الطير منه نبئن بتاويله إننا نراك من المحسنين قال لا ياتيكما طعام ترزقانه إلا نباتكما بتاويله قبل أن ياتيكما ذلك مما علمني ربي إني تركتما إلا تقوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعتوا ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القحار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فسيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتاكل الطير من رأسه قذيذ أمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظنى أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبسا في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبا بقرات سيمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملو افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبعون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتهويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما واتذكر بعد أمة أنا أنبعكم بتهويله فرشدون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سيمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذلوه في سنبله إلا قليلا مما تاكلون ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد يا كن ما قدمتم دعن إلا قليلا مما تحسنون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعشرون وقال الملك أتودي به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بالي النشوة التي قطعنا أيديهن قال ما قطبقنا إذا راوتنا يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من شوء قالت امرأة العزيزي الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن السادقين ذلك ليعلم أني لم أخنو بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس العمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك آتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيبا نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قالا توني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقلبون قالوا سنراود عنه أباه وإنا ليفاعدون وقال لفتياني اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذ انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبادا منع مننا الكيل فارسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبادا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونجداد كيل بائر ذلك كيل يشير قال لن أرشله معكم حتى توجوني بموثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكي وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إنه الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف أوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تقتئس بما كانوا يعمدون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لا سارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وإنا به وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسدى في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحلي فهو جزاؤه كذلك نجز ظالمين بدأ بعويتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إنا له أبا شيخا كبيرا فقذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال ما عاذ الله أن نأفذا إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئشوا منه خلصوا ناجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن عبرها الأرض حتى ياذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إنا ابنك سرقوا ما جهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لسادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن ياتين بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأوا تذكروا يوسف وحتى تكون حررا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكوا بثي وحزدي إلى الله وعلموا من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فاستحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مجات فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف وقال أنا يوسف هذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويشبر فإن الله لا يذيع أجر المحسنين قالت الله لقد أفارك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يخفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميس هذا فالقوه على وجه أبياتي بصيرا وتودي بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجدون يريح يوسف ولولا أن تفندون لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ظلالك القديم فلما أنجاء البشير وألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله بلا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف أوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تاويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسنا بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمقرون وما أكثر الناس ولو حرشت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمنوا أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تاتيهم غاشية من عذاب الله أو تاتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا فلا تعقلون حتى إذ استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأس عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون شدق الله العظيم